اشتركوا في القناة اليوم نتحدث عن القولون التقررحي والذي نعرفه هو أنه مرض من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي ولكن نريد أن نعرف كثير من المفهوم الطبي ما هو التهاب القولون التقررحي حسنا كما قلت في حلقة سابقة القولون العذبي وشفنا الملادي دو كرون سنكمل اليوم بالرخص الريكتوكوليت ديمواجيك والقولون التقررحي هذه 3 أنتيتين عندك الإختياج الكرون والاكلوباتي فونكسونال والاكلوباتي فونكسونال يدخلون ديمس كنا نعبال الـ IBD الـ IBD هو الـ Irritating Bowel Diseases يعني الأمراض دي الجهاز الهضمي اللي كتدير واحد نوع من الالتهاب مشترك بناتهم يعني سابقا قوي يعني الشخص يقدر يكون يعاني من أي مرض من هات 3 الأمراض بلا ما يقدر يفرق بناتهم لأنهما كيتشاركوا بزافة الأعراض يعني كيتشابهوا كيتشاركوا بزافة الأعراض ذلك شيء عليك نحن نركزوا باش نفسروا كل واحد على حيضة باش كمساليجان يقدروا يميزوا بناتهم صحيح من الأعراض على على إخسي أعشو واحد مرض اللي هو مزمن كيتميز بالتهاب بطانة الأمعاء الغليدة سابقا قوي كين واحد التهاب دي اللي بطانة الأمعاء الغليدة مع وجود تقاروحات ولا قرح وما دي زول سيغازيون سابقا قوي سابقا قوي ذلك الجدار دي المصران الغليت أنه تفتق وبدو فيه تقاروحات يعني بحل دي زول سيغازيون يعني هادك الجدار لا يتقى بخلاف بأن المالادي دي كرون هو التهاب بطانة الأمعاء الغليدة لا تقاروحات ما بصلناش المرحلات للتقاروحات على إخسي أعش كتمتد القولون في القولون إلى منطقة الشارج يعني ممكن أن تصيب أي جزء من ذلك المنطقة يعني سواء الأمعاء الغليدة سواء الأمعاء الدقيقة سواء اللوسيغمويد أو اللغيكتون مثل منطقة الشارج في حين بأن المالادي دي كرون كتمتد من الفم إلى الشارج يعني هي أكثر امتداداً من الارثيه الارثيه اللي سورتو إلكتيف من الاباري دي جيستيف حاجة أخرى سيكون الارثيه هي قرح متواصلة سطحية سانس انتغفال سن هذا يعني أن تقبط منطقة واحدة و كلها تصيبها بالقرح على أكثر مالادي دي كرون تقدر تصيب لنا واحد أن سنتيماتر و تتخلي لنا واحد المنطقة لها سليمة هذا هو الاختلاف هذا هو الاختلاف بينتهم فعلاً بالنسبة للكوز دي القرح المنطقة الروحي و للقرون كان واحد الإبوتاز اللي أولا اللي تقول بأنه مرض مناعة داتية هذا يعني أن الأجسام المضادة دي الجسم دينا يعتقد الجدار دي المعي الغالد و دي الكولون على أنه جسم غريب لذلك عندما تعتقد يمكن أن تقبط إما التهاب أو إما إرساق هذه هي الإبوتاز هذه فارة دي اللولة ليس سبب مؤكد ليس سبب مؤكد هذا يقول بأنه مناعة داتية كان واحد الإبوتاز أخرى اللي تقول بأنه كثرة استهلاك للانتبيوتك سواء عن المرأة الحامل أو للمرأة المرضعة أو لوليدات قبل من الأج دو دوزان يقدر يتهاد المشكل دي تهاد هذا كيف صرنا أسي و الكيسان دينا لابرمير إبوتاز لأن مني كان مني لفم أنسنت أو لألتنت أو لوليدات قبل من سن عامين قبل من سن عامين ما هي أنتبيوتك؟ يجب أن نفعل انتبيوغزيستانس و تفعل أساس المناعة لذلك المناعة تحدثت قليلا و يمكن أن يخذ القناة منها مناعة داتية لذلك دوز إبوتاز بحالة قلتين أن تصلين الثرزيام إيبوتاز كينس كونابيل واحد المادة تلقوها عند الناس كلهم المصابين بهذا ذي بيدي وهي مادة البروتياز اللي كتجي من واحد البكتيري سرطة واحد البكتيري اللي اسمتها كلوستريديوم وك these all nations كلهم دروا واحد الإحصائية تلقوا بأن عندهم هذا كلوستريديوم بكترة وهد مادة البروتياز مثل بكتيريا مين كتجي؟ هذا كلوستريديوم كتجي من من الأنفيرنمون بأنه يعني سواري الصيور يعني مثلاً للحاجة اللي كتكون مغصولةش مزيان ولا الحاجة اللي كتكون انفكتي ولا في البادية ألغلقوا بأن هاد اللي بخوتيات كيكونوا بكثرة عندنات اللي عندهم لا إختياش وبينسوق خمسة ربعين في المياد اللي إختياش كيجوا بحكم وراتة يعني كتلقى لها فامي كلها فقسموا إختياش يعني كيف ما قلت كنت تلقى عندهم كرون ولا عندهم قولون عصبي ولا عندهم لا إختياش ولا القولون تقرحي هاد الأسباب اللي بغنا نقوله كلهم يعني ماشي أسباب اللي هي مؤكدة واضحة وإنما هو إفكتيما إفكتيما ما تأكدش تببيا شنو سبب وراء هاد الالتهاب القولون تقرحي إفكتيما وهادو أبحاث يعني جروا وسيخطو في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي من بين الدول اللي كتحصل لمركز الصدارة في الإصابة بهاد اللي زي بيدي واخا غديمشيوا بنسبة لتهاب القولون تقرحي نيشنو هي الأعراض اللي ممكن الشخص هو لا ربما ما عارفش رسول وشك يعاني من هاد القولون تقرحي لا يحاول أنه يعرفها ويدير استشارة تببيا في الوقت المناسب ألو كان الألم في البطن يعني الشخص يحسب أحد الألم يحسب تشنوجات يعني عبارة على واحد القباطات ألو كان إما وجود الدم ولا القيح في البوراز كان الإسهال كان الغثيان ولا بعض ما كان جزت لا نوزي يعني 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 إحساس الإحساس المغرثيان وبتقييب كان واحد نزيف إما دم في البوراز والدم في البوراز كيف ما قلنا كيدهر على شكل لون أسود مشي أحمر مش نفرقو بين البواسير وبين الإخسياش رقونا في الحلقة دي البواسير يكون دم لون جلو غامق غامق سفيدا كيبال لون البوراز أسود وكان بعد ما قلت جزت نزيف إنه مغاجي سفيدير الدم حمر بواحد اللي كي نزل بواحد طريقة اللي هي شوية كتكون مشهدا ألو كان الإعياء لفاتيج كان لغاز بكوت غاز انتفاخات بالون مو كان فقدان الوزن وكان سيخطو لمالابسوربشون ألو علش كان فقدان الوزن ولا مالابسوربشون ألو القولون هو واحد العضو اللي هو مسؤول على امتيسات البيتامينات والأملاح المعدنية مسؤول على نهاية عملية الهضم لأن الهضم كيتم في المعدة والأمعاء الدقيقة ولكن لا بختي الترمينال دي الهضم كيتم في القولون وأسيم مسؤول على الفضلات تبدأ هدك الحركة الدوديا ديالو البرستالتيزم ديالو فهدك المجموعة دي التشنجات والارتخاءات فهو واحد الحركية اللي كتأدي لإخراج الفضلات وإخراج السموم دوك شنو كيترمي كيكون تقرح في البطانة ديالو تفضيك ديالو تفضيك ديالو تفضيك ديالو السموم ودوك الفضلات كيخرجو من البطانة للدورة الدموية دوك كترى واحد الحالة من التسمم ديال دورة الدموية دك شعلاش شخص يحس بالإعياء أو بالفاتيك بعد مرة تقدر يكون أسي طفح جلدي يقدر يترلو إلا الارتكار كيبدأ حك الشخص ديالو سواء كرون سواء الإختياج فيهم واحد جوج مراحل يعني معناها بأن كان فترة تهيوج وكان فترة هدوء على التهيوج كيكون بالإسهال وبالنازيف وبالتشنوجة فترة الهدوء تقدر تكون هدوء إما ترانزيت نرمال إما إمساك على حساب التغذية هنا كيجي لغول très important للحمية العلاجية بسوء الله لأن الإختياج ما اللغوز ما هاد لزي بيدي ما عندهم ش دواء عندهم دي كالم ما عندهم ش دواء سوف يدخل شصيدة تصبهم ما يدوش منهم كيبقوا معاه مزمنين إلى مدى الحياة بالنسبة لإلتهاب القولون التقرحي يعني وش فيه أنواع مثلا أو لا غير نوع واحد اللي هو القولون التقرحي ما فيش مثلا مراحل لتطور المرض اللي فيه مثلا نوعين ولا ثلاثة ما فيش تطور ما فيش أنواع سلا إختياج لغيكتوكوليت إموراجيك سوف يدخل تقرحات عرفي ديستاد يعني مثلا يقدر يكون كين مرحلة الأولية المرحلة الثانية الثانوية هذوك التقرحات على حسب التمدد ديالهم على حسب حت كين بزافة الأغشية في ذكي البطانة الداخلية دي الأمع على الغ كين تقرحات اللي كتصيب عر للاسوبرخفيسي فضحي وكين تقرحات اللي كتمنسد للصمك والداخل داكو ما كتبقاش غيف داك الجدار ما هي ستونغيك ركتوكوليت إموغاجيك اللي كيبقى الخطأ ديال ركتوكوليت إموغاجيك هو أن اللي تخيل معي سناء شيحوي ججاليك تكون ملتاهبة مقرحة وهناك تعفن عمليك نشدو عليها شنو كيترا كيترا تكاتر البكتيريا والميكروبات دونك أوتوماتيكمو كيدي انفلاميشي دي تعفن دي سارتان دونك الغذك في الإخسياج أكتر من الغذك هو الريسك دكنسيريزاشو لأن دك دم ودك التقرح فغير بقى الداخل لك هناك تكاتر الميكروبات دونك أوتوماتيكمو كين ريسك سورتو دان كونسير يعني من أهم المضاعفات اللي كيشكلو خطورة على صحة الشخص اللي كيعاني من هاد المشكل ديالتهاب القول التقرحي وما تمش العلاج جيلو حتى هو ما كينش العلاج جيلو بوركنسوا بوركنسوا داكور شنو كاين كاين سفدي يعني كاين دي كالما كاين كاين أدوية اللي غت نقصلي الألم أدوية اللي غت نقصلي التشنوج اللي غت داولي الإسهال اللي غت داولي سوء المتصاص داكور يعني تتعلج غير الأعراض غير الأعراض متتقرح إلي لا يعني شوف بالإعجاب بالإعجاب لأنني أخوي المطايب إلى اللي دينا تخيل معي أخوي المطايب شنو غيت رغنت نتحقه أنا نبرول ها ديكلاب كيف ندويوها ندويوها بمرهم إلي تخيل معي كاين في المسران إلي ندويوها بمرهم مرهم ما غيوصلش أنا لا أكثر ما عندناش كيف نوصل لديك تقرح لكين في المسران أنا لا أكثر لكي نحمو لكي ترجع لكي تلك السيكاتريزازون هنا لغول ديال التغذية بسك كين واحد النوع من أغذية اللي كتدير ترميم القرح حت الحاجة الوحيدة اللي تصل ديك منطقة من غير الدواء هو التغذية الدواء سدي كم بريمي يعني بقى ما توصلوش لدواء اللي اللي يحم اللي كي جمع ذاك التغذية ما كي مكين داك كين الدواء ديال الحريق وكين متبطة المناعة يعني الدواء ديال المناعة الداتية إذا فرضنا بأن الإخصائج جاي من مشكلة المناعة داك يعني حتى ذاك الدواء ديال اللي كي قوي المناعة كي قد غير الأعراض كين قصغ الأعراض ما يمشيش أنه مثلا يعالش هذك الإلتهاب تقرخي مضادات حيوية اللي ممكن أنه تسأل لأنه يعني يعني حلاش لأنه تقرخ في البطان يعني بحل تمزقات بحل الألس ديال شيري داك إذا نحن لنحن كيف نصل لها بخ كيف نحبس ها سوف ديال كيف إمكاننا أن ما تطورش هذا تطورش وأنه يبقى في الموضع دياله سينو أنه يترمم يعني أنه يبدأ تجمع شوية داك هذا هو الحل الوحيد في حل بأنه إذا امتد بزاف وكانت الحالة قصوى داك ساعة كانت تطر العملية الجراحية اللي كان قطعو فيها الجزء المثران اللي كله مصاب داك دول أهداف لأن الإختياج هو ترميم الجدار داك هو عدم التمدد والامتداد هذك التعف والنتقرحات لأجزاء أخرى هذا هو اللبوت داك 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 ترميم الجدار الناس اللي عندهم التهاب قولون التقرحي هذك ترميم الجدار فيما بعد يعني بتغذية للحمية الصحية المناسبة لهذا الالتهاب من بعد مثلا ما كيترمم هذك الجدار مع المدة إلى الواحد الشخص التازم بالاحتياطات مع الحمية الصحية كيعود يتقوى هذك الجدار و كيف ما قلت احنا ما لدينا احنا احنا نظم حركية القولون يعني سوف نقص من التشنوجات فحنا سوف نقص من المنطقة الاحتيكية مع التعفون و عندنا ترميم الجدار و عندنا سيكاتريز تقديم ضد التعفون و سيكاتريز مع العلم بان الاختي هو مرض مزمن سوف يكون مدى الحياة اذا سوف نذهب بما انه لا علاج و و بالنسبة ل التهاب القولون التقرحي و نمشي والحمية الصحية و نبدأ بالنسبة الحمية الصحية وبعد ندير فاصل سمحت وفا ناخد الحمية الصحية كيف يبدون اولا احنا احنا انا البروغرام للحلقة ندران الطلب المستمع الكرام لانا كيجونا اسئلة بزاف لشنو والرجيم دي الاختي عش هم مفيد انا مفيد الناس او الناس ان نصح الناس لنصح الناس حساب حالة كل واحد لا حاجة عامة إذا قلت له أحد مثلاً إذا قلت له أحد إخسياج قولون تقرحي بأن كل نخالة ولا كل الشعير أو غلاس نقدر نقول بأنه ستكون كاتاستروف يعني خرجناه لديك سيد داكو؟ لأن هدوك التقرحات هدوك التقرحات اللي عند الناس فهما أماكن اللي يمكن جيلهم هدوك الحبوب الكاملة وأماكن اللي يقدر جيلهم ذوك الزرارة وتبقى فيهم داك أوتوماتيكمو تفا أغرافي ذاك التقرح داك بلس ما يقول لي عندي إلسيراتي على الطبقة العلوية فاغتو لي عندي إلسيراتي في جميع الطبقات تفدير كوغان أغرافي ولا إخسياج هدوك الناس اللي عندهم لا إخسياج فهما الناس اللي يخصهم لو ريزيدو دايت معناها أنه رجيم خالي من الألياف ولا رجيم فيه ألياف دات قيمة ردائية منخفضة لنبسطو كتل فنحن نوصي الناس اللي عندهم إخسياج لهم 10 غرام دي اللي فيبق برجو بالنسبة للناس اللي عندهم إخسياج حنا كنقلون نخصهم 10 غرام دي اللي فيبق برجو يعني كيمية قليلة مقارسة مع 30 يعني من كنهضرو على الخبز فنحن نهضرو على الخبز الأبيض ما كان هضروش على الخبز اللي فيه أي نوع من الألياف داكو وكنتكلموش على خبز دي الشعير ولا دي اللي غمح العكس نحن نقدرون نتكلمو على الخبز الأبيض نقدرون نتكلمو على الأرز الناس اللي خصومي يكلو الأرز الأبيض يعني هم بحلا يقولت لا إخسياج شوية كيشبهو للمالادي سيلياك كيفما للمالادي سيلياك ما بقاش عندهم ذاك الغشاة دي اللي لم يستحملوش الجليوتان فتلا إخسياج ذاك الغشاة عندهم في ساق الروحة فهو ما كيتستحملوش الجليوتان داك من الرجيم ديالهم كنزولو الجليوتان داك يبدو الجليوتان لأنهم ما كيتستحملوش المادة الجليادين كنزولو الكازيين دولي لأن هدك الكازيين دي المشتقات الحليب كدر ناس كون أبل دي كمبوزي أو بياسي اللي كيشبهو للمخفين داك يزيدو يدمرو جدار ديال القولون داك نحيدو الحليب ومشتقاتو وكنحيدو الجليوتان داك نحيدو القشور ديال اللي فخوي ديال اللي لجوم داك نحيدو الفواكه خستكون ديمة مقشرة والخضر خستكون نسلقوها سلقا اللولا ونزولو المدية لها عباش نعودو نطيبوها باش كننقصو من كمية الألياف اللي فيها داك نقصو من اللحوم الحمراء لأن اللحوم الحمراء كدير غاز كيبريت حدو اس وكدير اللامونيك اللي كيزيد من داك نزول سيرازيو هادو الممنوعات اللي الناش اللي عندهم هاد التهاب القولون تقرحي افكتم اوتو شوز ممنوع البوهارات ايه سورتو اللي بزار الكركوما الخرقوم البلدي نقصو منو الكوري ولكانيل العطرية الهندية والقرفة لأنهما هادو كيساعدو على الحركية دو كي هيجو لبرستالتزم اللغ منوع المكاسارات اللغ منوع الكافيين الكافيين بيمنسو هي كتتتتتتتتتتتتتتتتية في القهوه والتتتتتتتتوıyorum في the auble 清 وفي المشروبات الغازية منوع سكر سربيطول وهو واحد من المحليات اللي كيكون في العصائر المصنعة بيانسور منوع اي حاجة فيها الزريعة ولا الفواكه اللي في هال بحال بار اكزامل بحال الكيوي في حبيبات فريز فعلا اشيك هم دون حبيبات سرائوين ولا داك الكاموس اللي اللي فيك دوبار بغي هدو انو داك الجيدار باقي ما ترممش فاسعيب اوه اوه كان خاف بانه يزيد من التعافن هادو بان سوق تسكيه المقلي تسكيه مصنع مواد حافظة لانه كما قلنا فهو اكيد افتراضي بان تكون مرض مناعة داتية اوه كان خاف بانه هذا الشيك يزيد من الجدار ديالال قول بدينا بالممنوعات اللي بغينا نقوله اللي غير مسموح بها نسبة الاشخاص اللي كي كذلك يعني من الالتهاب القولون التقرحي فهلاً هو أنهم بعدما تكونوا معلومات عامة إفكتماً لإشنوا الفوائد ديال مثلاً بعض الأمور اللي كانت تكلموا عليها ولكن راهم اللي كانت تكلموا على مرض ما خاصة الحمية الصحية اللي كتكون غدا معاه إفكتماً سقطوا مثلاً إلينا هدرنا على القول العصابي فالقول العصابي هو أخصون قسم الألياف ولكن فيكو ما عندوش مشكل يلتشنوجات وما عندوش مشكل التقرحات فإحنا كنخليولو يعني نخاله والشعير والأزرع الكتن ما يسيب بالأخصيهاش يعني خصناً نفرقوا فعلاً بس كثيراً فإنا كي جوني مرضى اللي فيهم القول وانتقرحي وكتلقيها كتفتق بشعير حنت يقول لك سمعنا أنه مثلاً الخبز ديال القمح رسحي مزيان ما شي صحي ليهم فعلا العامة الناس من اللي نكونوا كنتكلموا مثلاً على الأهمية ديال القمح والشعير يعني على العموم عامة الناس ولكن اللي كيعاني من هاد التهاب القول وانتقرحي خصيرت البال لأنه خصوا يعني مأكولات لتكون ناقصة بزاف من الأليف إفكتي مصيكم ليفخويل اللي يقوم حدا بحنا كنوصيو الناس كلهم بالخضر والفواكه بالأهمية ديال فأخونت كنجيو عند الناس اللي عندهم مشكل ديالان شيفيزانس غنال وكنحبسو كنقولو لهم الفواكه منوعا والخضر هاد تسلق مقاو جوجو ثلاثة وتنقة عباش تقدروا تتاكلهم كن بكو ديالان شيفيزانس غنال اللي فيخوي يعني مثلا اللي فيخوي يستحب بأن اللي فيخوي يطيبوا شوية مثلا نتفح نسلقوه نجعل ديالان شيفيزانس غنال إفكتي ما ولا كاريمو اللي فيخوي المعلبين يعني مستحب أن نقدرون يعني يفضل أن نخدو اللي فيخوي المعلبين شرط بأن ذاك المال يكونوا فيه ما يكونش حلو لأن القولون تقرحي ما كيستحملش لسكاك داكو ولا احنا نعصلهم على طريقة ديالنا باش كمسا يرتابوا وذلك الأليا فجلهم ينقصوا لأن باشك يقولوا بحلو واحد المادة اللي هي مليينة إذن مستمعنا ما زالين مواصلين رفقة الدكتورة سابرينشوي طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري أخصائية في التغذية والحمية الصحية اللي ممكن تكلموا على التهاب القولون التقرحي ما زالين غادين نكملوا في الحمية الصحية المناسبة لهاد الالتهاب بعد الفاصل وأكيد غادين نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية دائما على 025-82-0060-61-62 ورجعنا لكم مستمعنا دائما رفقة الدكتورة سابرينشوي طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري أخصائية في التغذية والحمية الصحية اللي ممكن تكلموا على التهاب القولون التقرحي عرفنا بزاف دي المعلومات الطبيعة المهمة جدا وقفنا في الحمية الصحية عرفنا كذلك شنوهما الغير مسموح به أو الممنوعات في الأكل وغاد يمشيوا للتغذية الصحية المناسبة أو للحمية الصحية المناسبة لهذا الالتهاب دي القولون التقرحي نخذوا بعض المكالمات ومعنى نرجعوا للحمية الصحية معنا حسنا من دربدة قالوا حسنا وعليكم السلام ورحمة الله حسنا حسنا قريبا للراديو ما كاسمعوك شمزيان واخا حسنا خليك معا نرجعك عند وفاء وخلي تساؤل ديالك لأنه كينتشويش في المكالمة ناخده فاطيما من دربدة قالوا salam u m وعليكم السلام كنتي داب اليوم قلت بالجوج دي الانواع RCRCH والاخر ما عرف شنا هو بريت نعرف زي ما واشت انو عندي واش هادا ولا هادا اش من اختصاص نمشي لي داكو و بريت ندير داك المندار حمت واحد المرا كت قال لي طبيب ديري غير تحليل دي الدم وقع عندي هذيك للكتوباكتر وي للكتوباكتر بلوري وي بعث سبعة قال ليه مش مشكلة ولكن المهم اعطاني واحد جوج دي الانتبيوتيك وعطاني واحد جوج دي المدادات دي المعدة داكو ولكن ما قدرتش عليهم دارتو تلتيام صافح بس ما قدرتش نزيل داكو وداد انا ينقصت الوزن واحد درجة بزاف وي واستخفاء ولكن ما قدرنيش كل شي غير مرة مرة كتكون عندي دي الانتبيوتيك ومرة مرة كيكون عندي دياغي ولا دياغي اللون ديالها واش اسود واش كتلقي فيها شوية اللي تخص دي اللوصن لا لا عادية عادية داكو 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 لوني يقدرون عصبي بحضن نقدر نجال على مستوى دوخة من الناس إن قام لابد 3 فاندوخة ، لأن يغيص النسبة الأكسجين فسنا نقشل هذا التماث نعم ! نضيفه الكلونسكوبي مريم من ميدلت مريم من ميدلت مريم من ميدلت وعليكم السلام ورحمة الله مريم عارفك ممكن سؤولك ايه تفضلي انا حملة ده بطلق شهور ودك شلي قلت يقول هو اللي كان ذكره وقاش دني المصران ده باش يسيمانه هذي كلية الاعداس وشلاده والبيستاج وكل شيء ودهوني السبطر وقالت لي عندك المصران وتنفخ لي اكر شيء ما عارب شنزع ما نقال ناكل مع الحمالة وقالت لي اكرم وقالت لي باش نشرب وقالت لي باش نشربها وقالت لي باش نشربها من الافضل تفادي جميع انواع الادوية ستخطفها هذي الشهور الأولين داكو؟ لا اعرف انه مقال ناكل زعم مع الحمالة ومقال ناكل ما يضرنش وزعمين فاني ناكل مجموعة من المشروبات لتقدرين تساعدين في الدواء داكو ما انا كنفضل ما تخذي تش نعود للدواء لان فاني شهور الأولين هو اللي كيتم فهم تكوين الجهاز العصبي والنغولوجيك ديالبي من الافضل تفادي جميع انواع الادوية تركيز غير التغذية ماذا الحمية الصحية المناسبة للمرضى التهاب القولون التقرح؟ سنتعاون بمجموعات المشروبات سنجد منقوع التمر والتين المجفف يعني سننقع سنجد تمرات مع التين المجفف في دولة يد مهدفة ونأخذ منقوع التمر والتين هو اللي سنجد به مشروب البابونج لكا مومي منقوع التمر والتين سنجد تمر والتين منقوع اللي سنجد فيه مشروب البابونج مهدفة المشروب بضور شمر الفنوية الكاروية الكاروية مهدفة 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 أسرة النوافع مهدفة هذا كلهم مشروبات اللي تساعد الإي بيدي سواء كان قولون عصابي ولا اخسي عاش ولا الملادي ديال كرون وكان شربو غي المدالو سيتو مهدفة مهدفة القولون التقاروحي مهدفة مهدفة لدينا مهدفة للمنطقة مهدفة 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 هذه القشرة الغليدة التي تكون مغلفة بها البصلة هذه تغسل مزيان ونشفوها قشرة التي تكون هذه القشرة الفوقانية التي تكون رهيفة ومن ثم تكون واحدة غليدة هذه هي مادة الكرسيتين هناك الزعفران شعر يوجد صفخانين وبيتا كاروتين ويوجد انتيوكسيد الزعفران من مدادة الأكسادة ومن مدادة التقررحات ومن ثم يوجد صفخة جوغليكوزيد واحدة المادة التي تحفظ الدورة الدموية لذلك تجعل التقررحات لا يتعفن هناك الزعفران ومن ثم نحن البلد المعروف بوجود الزعفران الزعفران هي الحريقة ومن ثم تكون الحريقة بأنها تنقص النازيف يعني زمان الناس كانوا يستعملوها على قبل الرعاف أو على قبل زيبيستاكسيس من ثم خرجوا أدوية على بعض الأختي التي توقف النازيف الزعفران لديها الفائدة كثيرة في النازيف يعني اطماتيكما إذا شربنا الأختي ولا أكلناها على شكل بقول فهي تحبس نازيف لديهم قشور البصلة أو للحرقة أو لقشور البصلة لديهم قشور البصلة على قشور البصلة على قشور البصلة على قصص لديهم قشور البصلة 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 يأكله عن نخالة ولكن يأكل الخبز بالفورس لا شريفة، لا يأكل نخالة تقارح المصر لا يستحمل نخالة ما يأكل؟ يأكل الخبز بالفورس الخبز مشطط ما هي هذا؟ مشططت على القمح اللوب باللوب لا شريفة، يأكل الروز ويأكل البطاطا ويأكل الخبز الفارينة الخبز على الفارينة نعم لا يأكل نخالة، لا يأكل الشعير نعم الدرة والفارينة والفارينة ويأكل الدرة ويأكل الروز ويأكل البطاطا ويأكل الخرطال السعدية، ما زال معنا على الخط؟ خليك معنا نرجعك للإستاندار ونسامحة، ونبعد البرنامج إن شاء الله نعطيك هذا الحمية بالتحديد الله يجيب شي فالود إن شاء الله يكون الخير الخرطال المستمعانية اللي كان سولته وماخديناش المكالمة ديالها هي فاطمة قلتك لأنه كان كدرها يعني الجن بليثر ديالها ومن اللي مشات عن طبيب بلقات أنه المصران ديالها من فوخ هي دبا سولة على حسب هاد التغذية لتكارتي اليوم سولات ووش ممكن أنه عندهم علاقة بهد المشكلة ديال أنه المصران تنفخليها لأنها لديها مثلا من فوخ لديها الغاز لأنها تستهلك الألياف ليس بحل التقاري سوف يقول أنها أنا كنت توجه أدب للالتغنان ماذا نقول لها لأنهم لا يوجد شيئا سوف يكون غج نخالة ولا سوف يكون غج الشعير سوف نفتر بالنخالة بالقمح نهار سوف نفتر بالشعير نهار سوف نفتر بالسميدة نهار سوف نفتر بالأفوان ما هي اللي عندها الغاز بالعكس هي خاصة الخمائر خاصة البيوتك يعني هي خاصة الألبان في حين بأن القولون التقاري كان منعو عليها الرايب لأنه مرض مزمن لأنه مرض مزمن لأنه نزيف لأنه سوء امتصاص الغاز لا يوجد سوء امتصاص فهو فقط انتفاخ الغاز هو سمبتوم هو عرض وليس بمرض في حين بأنه يخصي أشفه هو سيتم ملادي واللي الناس يفقدون فيها بزاف ديال الوزن واللي يعانيه معاناة قاسية شكرا لك بزاف دكتورة سابرينشيوي طبيبا متخصصة في علاج أمراض السكري أخصائية في التغذية والحمية الصحية على كل هذه النصائح والمعلومات التي قدمتنا اليوم في موضوعنا حول التهاب القولون التقاري لكم تحية وفاء فائز رفقتنا اليوم في الإخراج وسميح عشوبي في التنصيق واستقبل مكالمتكم الهاتفية نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد غاديو الإداءة القريبة منكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة